الذي جمل الأعياد بسرور وضعف للمتقين جزيلاً عجود وقبل من الحجاج والدرمار سعيهم المشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك معز أوليائه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد رسله وأنبيائه اللهم سل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتدى بحديه إلى يوم الدين أما بعض فأوسيكم أيها المسلمون ونفسي أولاً بكم والله تعالى وقاعته وهي وسيته سبحانه للأولين والآخرين كما قال تبارك وتعالى في كتابه المبين ولقد وشينا الذين بوتوا الكتاب من قبلهم وإياكم على انتقال الله لا إله إلا الله يفعب ما يشاء ويأكم ما يريد أيها المسلمون إن هذا اليوم هو يوم الوفاء والصدق والإقاء بين جماعة المسلمين هذا يوم تلاقي الإقوان بنفوس سافية وقلوب صالحة هذا يوم سلاح ذات البين وذيارة الأرحم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام أن عنس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغوا ولا تحاسدوا ولا تدابوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إقوانا ولا يهل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أن يهجر أخاه المسلم يقول على اسم رضي الله عنه كدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يوماني يلعبون فيهما فقال كدمت عليكم ولكم يوماني تلعبون فيهما فإن الله أبدلكم يومين خيرا منهم يوم الفتر ويوم النهر أخرجه أحمد وعبو دار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد عباد الله إن الله تعالى خلقكم لعبادته وعمركم بطاعته فأقيموا أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين وإقام السلاة وإيتاء الذكاء وسياب رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فإن هذا هو دينكم الذي رضي الله عن طارق بن شهاب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل من اليهود إلى أمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نذلك لاتقذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نذلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعة التي نذلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نذلت أشية عرفا في يوم الجمعة أخرجه البخاري وأهبت والنفذ لكم فاقيموا دينكم دين الإسلام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العثم والعذوان واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن إذ كنتم أعداء فعلم بين قلوبكم فأصبحتم بنئمته إخوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد رباد الله تمسقوا بالإخلاص والتوحيد بالله وفي العالمين وحافظوا على الوحود والوعود وأوفوا بالأخود وتخلقوا بمحاسن الأخلاق ومآليها من بر الوالدين وزلة الأرحام والصدقة والإهسان على الفقراء والمساكين والأيتام والصدق والسبر والإنصاف وحسن معاشرة الناس والأهل والأولاد وبذل المعروف وكفل الأذى الكل الأنام وابتعدوا عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها من الكبر والمراء والعناد واللعن والكوش وبذيء الكلام والحسب والبغضاء والضغينة والكذب والغيمة والنبيمة وسائر الأعثام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إباد الله فعلموا رجما لله وإياكم أن يومكم هذا يوم رفع الله تعالى قدرة وعيد أبان عن فضله وشرف ذكره فهو يوم الحج أكبر والموسم الأنور يجتمع فيه واخذر مني من الإكمال مناسكه والتقرب إلى المولى عز وجل بإراقة الدماء وقد جعل الله لكم إيداً كعينهم ومشهداً فيه من مشهدهم حيث تجتمعون على الذكر والسلاة والسماع كلام الله وشرع لكم أعمال سالحة وقد قص الله أز وجل علينا قصة إبراهيم حين قرب ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام إلى الخالق جل جلال فقال سبحانه فلما بلغ معه السايا قال يا ابني إني أرى في المنام أني أزبغك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وكله للجبيب وناديناه أن يا إبراهيم فلسدقت الرؤيا إنها كذلك نجز المرسنين إن هذا لهو البلاب الكبير وبديناه في ذروح نبيب وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وأكد علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الأزهيق فقال من وجد ساعة ولم يذكي ولا يقربنه سلايا أفرجه أحمد وإبن راجا وعلموا معاشر المسلمين أن أيام الكشرين وهي أيام الثلاثة بعد يوم العيد الأضحى لا يهد صومها لحاجل ولا لغير حاجل عند جميع العلماء إلا لعاجل لم يجد الهدية لأنها أيام أقل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إباد الله فيه التقرب بالضحايا كما شرأ لأهل ذلكم المكان بالتقرب إليه بالهدايا والتقرب إلى الله تعالى بذلك سنة قديمة وشرأة قوية فهي من آلام ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشعيرة من شعائر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسول الكرام الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إباد الله دور المرأة في الإسلام وأنت أيها الأختي المسلمة علمي أن رسالتك في الإسلام عظيبة يجتمع فيك حمان الأمومة وأطف الزوجية ونقافة البنوة وشفقة الأقوة أنت في الإسلام لؤلؤة المكرونة ودرة المسونة فواجبك على تقويب نفسك على شرية الله انتزاما بالهجاب والأفعاب والعياء وفي أخرتك بالتقلية الصحيحة والعناية والرعاية الدقيقة قل ذلك من المفؤوليات العظيمة الملقات على آتكك فتبرقي لذلك وأذري دعاة الظلام والسفور وأتزي بتمسك بتعاليم دينك التي تضمن لك عيشة هادية وراضية في ذل المحافظة والسكر والحياة بعيدا عن الرذيلة والفرهات والعباحية أمة الإسلام بمعرفة كل فرد في المجتمع الإسلامي دوره في السلاح والإسلام وتطبيق ذلك واقعا عمليا يعود للإسلام إذ هو مجدع وللمسلمين قوة ومكانتهم وهذا عمل كل مسلمين وما ذلك على الله بعضه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سبيء طريق مجيب الدعوان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين وذمر اللهم آداءك آداء الدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصين ومن ثاءتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليكين ما تحول به علينا وصائف الدنيا اللهم مبتينا بأصلاعنا وأبسارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارس بنا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مرسيمتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يفهمنا اللهم اصله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصله لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل العياة زيادة لنا في كل قين واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حزر وبالآخرة حفنا تموكنا عباب النار اللهم اجعل عاغاء بلدا آمنا متمئنا سفاءا رفاءا وسائر بلاد المسلمين وتقبل اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين اللهم أنزل الأمن في ناجيريا اللهم أنزل الأمن في ولايتنا خاصة وسائر ولايات ناجيريا برحمتك يا أرحم الرحيمين اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في زريتنا وبارك في أزواجنا برحمتك يا أرحم الرحيمين اللهم هدي ولاة أمورنا وقذ بأيديهم وقذ بناسيتهم إلى الخير والسلاة والرحمة والرأفة يا أرحم الرحيمين يا زل جلال والإكراف ربنا آتنا في الدنيا أغنى وفي الآخرة حصرة وإناء عطاب النار اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع عليم وآخر دعوانا الحمد لله ورب العالمين شكرا شكرا شكرا